بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد بلوجي وهذا برنامج اسبوعي اليوم راح نتكلم عن منتج جديد منتج اسمه انجليج واي كلاود انجليج واي كلاود هو عبارة عن جهاز استوريج في البيت خاص للتخزين معلماتي مثلا اذا كان عندي تلفون ايفون اذا كان عندي سامسونج اذا كان عندي الجي فالتخزين كل المعلومات مثل صور مثل فيديوهات مثل اي ملفات عندي فبامكاني اخزونهم عن طريق الواي كلاود هو في البيت بالاضافة الى هو جهاز باوربانك انا اقدر اشحن جهازي عن طريق الجهاز اللي هو انجليج واي كلاود بالاضافة شيء ثالث اني انا اقدر استخدمه كراوتر في البيت انترمت فكيف هادر الاستخدام راح نشوف ان شاء الله خلال هذا بالتخير راح نغطي اليوم او نتكلم عنه اللي هو انجليج واي كلاود جهاز تخزين متنقل وايد سهل عندنا دوكومنت الولدرات ميوزيك الصور والفيديوز من خلال هذا المنتج بامكاننا انوصل على الدي اس ال في البيت ونحول راوتر كذلك عندنا مثلا تخزين واحد تيرابايت حبيت اخزن معلوماتي كلها على الهواء ويرلس وان تيرابايت مثل ما انتم شايفين اهني طبعا الجهاز وايد سهل استخدامه راح نشوف الجهاز هالتعليمات اللي داخله طبعا ما علم منه حاليا هذا ما هو موضوعنا موضوعنا الاساسي هو المنتج المنتج انجيج واي كلاود انا موصل الجهاز على الدي اس ال الانجيج واي كلاود عندنا الكهرباء وطبعا هني عندنا الباور للتشغيل واذا حبيت اشحن جهازي عن طريق هذا الانجيج بامكاني اوصل الواير واشحن جهازي كذلك احتاج اللي هو ال اي دي اللي مثل ما احنا شايفين هني كيو ار كود اول مرة طبعا اساس انه اشبك جهازي او عرف جهازي الانجيج واي كلاود على السمارتفون على تلفون اللي عندي عندي الجهاز حاليا اه وصلته عن طريق الانترنت مثل ما انتو شايفين عندي اهني الوايرلس الواي كلاود اه شابك عن طريق الانجيج فنزلت البرنامج من جوجل بلاي ستور برنامج اسمه واي كلاود كذلك مثل ما انتو شايفين اهني واي كلاود هذا هو البرنامج واي كلاود دشينا على الواي كلاود اه انترنت هذا هو الجهاز اللي عرفنا عليه دشينا على الجهاز سيرتشين بحث قاعد ادور الجهاز واي كلاود نعم هذا هو اليوزرنام والباسورد نقول له اوكي اه واي كلاود هذا الانترفيس اللي شاشة الرئيسية عندي هني الواي كلاود وعندي هني الجهازي اللي هو اله تي سي هذي معلومات كلها في الجهاز والواي كلاود طبعا ما في شيء اذا حبيت اسويلي فولدر بامكاني من خلال المنيو هذا او حبيت تشعل الفولدر واسوي فولدر داخل فولدر اخر ملف فمنو ادت وتحت مثل ما انتم شايفين فولدر اقول له فولدر فولدر جديد واسمي اه على سبيل المثال تست one two three one two three فهذا الفولدر الان عندي في الواي كلاود اقول له اوكي بنطلع من هالفولدر واذا حبيت انقل مثل معلومات من الجهازي على السبيل المثال عندي dcim عندي صور معينة او كذا فكل ما هنالك ادش على منيو edit واقول له transfer هالمرة transfer transfer شنو مثل هذه الصورة او اي ملف حبيت فعلى سبيل المثال هذه الصورة فاقول له transfer طبعا يعطيني امرنا transfer وين فاقول له داخل هذا الفولدر في عندي فولدر الثاني اسمه test123 فالفولدر هذا اقول له اوكي فadd to transfer list اوكي فتمت العملية الان لو ارجع back واروح على y cloud هذا هو جهاز y cloud واذيش على فولدر sda اللي هو الفولدر اساسي الملف الاساسي test123 راح لاقي الصورة موجودة فبهل سهولة ما شاء الله يعني الاستخدام ال y cloud فتحتاجون انتو فقط dsl في البيت فهذا الجهاز ممكن يصير power bank اني انا اشحن تلفوني من خلال الجهاز ممكن اخلي راوتر في البيت wireless او ممكن يعني مثل ما انتو شايفين انه 1 تيرابايت عند التخزين على هوا يعني اعتبر نفسك انه عندك i cloud في البيت فوين ما كنت وين ما تبي تحول معلومات كلها على هذا الجهاز وحبي تاخذ هذا وياك وتوصل على كمبيوتر وتسعب معلوماتك برضو هذا يعني ممكن بامكانك تسوي مثل ما شايفين احنا هنا العلامة بطارية والعلامة وعلامة وعلامة ويرلس ونشابك واي فاي والعلامة الاثرنت فهذا هو الجهاز انجاج واي كلاود بشكل سريع فحبيت بس عطيكم فكرة عن هذا المنتج جديد متوفر حاليا في شركة المستقبل اتصالات فبإمكانكم تزورون الفرع وتشوفون المنتج فاذا حبيتوا هذا المنتج واذا عندكم اي تعليق اي استفسار عن هذا المنتج ممكن تحطونا في كومنت واذا حبيتوا هذا الفيديو فعطونا ثمز لايك او اذا ما حبيتوا تعطونا ديسلايك وان شاء الله اسبوع القادم راح نطرح منتج جديد باذن الله فلا تنسو نسو 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 على هذه القناة عندنا كل يوم منتج جديد بنسبة للتقنية او التكنولوجيا فخلكم معاي شكرا مع السلامة